موجة من العنوين احتلت الواجهات الأمامية لعديد الصحف الخليجية وبالأخص السعودية منها والإماراتية جالت جميعها في سماء قطع العلاقات مع قطر طوفان من التصريحات والعنوين اشتاحت الواجهات الأمامية لعديد الصحف العربية تتعلق بحديث الساعة وأي ساعة تأتيك بأحوال سياسية جديدة تفرض نفسها لتصبح جزءا ملموسا من واقع بنيت أساساته على تراكمات سابقة تبنى الوقت وحده الإفصاح عنها في اللحظة المناسبة لحظة اختلفت فيها وجهات النظر وأذنت لتفاصيلها وحقت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها طلت عليهم بمطالعات استفهامية واستنكارية واخرى عدائية وحتى لغة شديدة في الخطاب والرد لم تكن لولا أن رسم وجودها ومن قبل مجيئها الحدث الأبرز على ساحة اكتضت فيها الأقلام الصحفية لوصفها وتحليلها بالشكل الذي يلائم حجمها الصحف السعودية والإماراتية كانت قد جادت أوراقها ونوهت بعناوين بارزة تصف حالة قطع العلاقات مع قطر التي ارتكبت حكومتها محظورات سياسية تعدت حدود مقتضيات الأخوة البيان الإماراتية لم تخفي من خلالها الكاتبة ذكرى منحنيات العلاقة مع قطر وعدم انضباط الدوحة أمام قيم الأخوة وحسن الجوار منوهة إلى أن تلك التصرفات كان لها الأثر السلبي في شق الصف الخليجي وحتى العربي أيضا فالفتن لن تزيد الوضع إلا تدهورا الصحيفة عنونت أيضا ببقاء الشعب القطري كجزء هام وحيوي لا يتجزأ من أمن حاضنته الخليجية جريدة عكاظ السعودية خصصت مساحة واسعة لمتابعة مستجدات الحدث الأهم وعاينت ردود أفعال الشارع السعودي حوله والذي أبدى امتثاله لقرار قيادته ودعمه لها صحيفة الرياض السعودية أيضا أرادت أن تحبك خيوط القصة بروية لتتمكن من وصف أبرز المؤسسات الداعمة لمشاريع التفكيك وبث الفرقة بين الدول العربية وهذا ما استرسل قلمها بطرحه عبر عنوان أحمر اللون جاء بمصطلح خففيش قطر الفكرية وأخيرا وليس آخرا الخليج الإماراتية بدورها استزادت بدكر مراحل الدور القطري في تحسين صورته والذي باء بالفشل وفي صبه للزيت على النار فهو ومن وجهة نظر الصحيفة أسلوب واضح في تأجيج الخصومة بين الإمارات وعلاقاتها الدولية وعلى وجه التحديد علاقتها مع المملكة العربية السعودية لتلفزيون البحرين محمد الشدد